اهلا بكم في حلقة جديدة على قناة طبعا يا شباب حلقة النهاردة هي الشابتر الاول في مادة المايكروبوليجي الاولى كلية التمريد. قبل ونبدأ الشرحة هي تنزل تعملها لك واشتراك في القناة لو انت مش مشترك. واتفقيل زر الجرس عشان وصلك كل جديد. ويلا بينا نشوف حلقة النهاردة. ازاي يعني? ما تقول حاجة. نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. اول حاجة استراكت شرق بكتيريا السل. يعني تركيب الخلية البكتيرية. اول حاجة لازم تعرف ان البكتيريا دي عبارة عن حاجات كده اه احدية الخلية صغيرة جدا. تمام? اه طبعا بتتكون من او يمكن رؤيتها بالليت اه مايكروسكوب يعني تحت ايه? تحت المايكروسكوب. تمام? بكده البكتيريا اه بروكوليتيك اه يعني طبعا حاجات اه احدية الخلية صغيرة جدا. نتم رؤيتها تحت المايكروسكوب. بعد كده بيقول لك البكتيريا سل الخلية البكتيرية يعني بتتكون من اربع مكونات رئيسية. اربع مكونات رئيسية للخلية البكتيرية. اول حاجة طبعا النواة اللي هي طبعا النواة دي يا شباب عبارة عن حاجة اسمها اه بكتيريا سل آآ يعني بيقول لك ان الخلية البكتيرية دي تحتوي على يعني معلومات وراثية والمعلومات الوراثية دي خاصة بيا يا شباب ايه? الديني طبعا هوا اللي بيحمل المعلومات الوراثية طبعا في البكتيريا الكرموسوم طبعا في الكرموسوم البكتيري. تمام? يبقى كده انا عندي آآ اول حاجة آآ في المكونات الرئاسية للخلية البكتيرية طبعا آآ هي طبعا النواة. بعد كده بيقول لك ان في حاجة اسمها آآ منطقة اللي هو بكتيريا الكرموسوم. يعني منطقة بتحتوي على الكرموسوم البكتيري. اللي يسمى النواة. يسمى ايه? يعني لا يحتوي على آآ غشاء نووي. يبقى كده منطقة السيتوبلازمة يا شباب هي طبعا تحتوي على الكرموسوم البكتيري. اللي هو بيسمى طبعا آآ يعني لا يحتوي على الغشاء النووي. تاني حاجة طبعا من مكونات البكتيريا السيتوبلازمة. السيتوبلازمة طبعا لازم تكون عارف انه هو. يحتوي على الرايبوسوم. الرايبوسوم اللي هو ايه? آآ طبعا موقع تخليق البروتين والا آآ يبقى كده السيتوبلازمة زي ما انت شايف رايبوسومازم. زي ما يبدأه على الرايبوسومات طبعا الرايبوسومات دي يا شباب آآ مكان تخليق البروتين وما كان طبعا ايه ? تخليق السيتوبلازمة وايه طبعا بيقول لك يهتبقى صبعا بالدنيه البكتيريه اللي هو غني طبعا بحبيبات المغزية. اللي هي نوتريانت آآ جورنالز. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملولك ايه انت قاعد يقولي الكلام اللي اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجة يا جدا. ده هو انت مش كنت معنا هنا ولا رأت فين انت ولا رابع حاجة الريبروداكشن. الريبروداكشن اشعب من اسمها التكاثر او آآ المضاعفة يعني. طبعا بيقولك ان تمام في في الغشاء طبعا. بيرتبط بيعمل اتتش مع الدين ايه بيرتبط مع الدين ايه? عشان آآ يعمل سيباريت ليه طبعا الكروموسوم المزدوج. يبقى كده البروتين بيتفق مع الدين ايه? ان هما يرتبطوا مع بعض عشان ينطلق ايه طبعا الكروموسوم المزدوج طبعا دي تعريف تمام? آآ بالاضافة انه هو بيقولك انه طبعا يعني بيتكون من عشان برضو آآ يطلق آآ او يعمل سيباريت ليه السيباريت ليه طبعا آآ يعني الخليتين. يبقى كده انا عندي آآ شباب هو طبعا مبارعة مضاعفة او ازدواج طبعا لي الكروموسوم. تمام? طبعا بيانتج من آآ اتصال طبعا البروتين مع الدي اني ايه. تمام? طيب. بعد كده بيقولك السلول الخلية طبعا او جدار الخلية طبعا السلول آآ ازا بكتير السلول ازا طبعا بيقولك ان جدار الخلية طبعا آآ بيكون محيط بالسلول طبعا آآ الغشاء الخلوي ده حاجة احنا عارفينها كلنا يعني. تمام? يبقى كده السلول طبعا آآ بيحط بها طبعا غشاء الخلوي السلول طبعا جدار الخلية. تمام? طيب. بعد كده بيقولك اني الجدار ده او الغشاء الخلوي ده بيكون طبعا سترونج آآ يعني بيكون طبعا سميك وقوي جدا آآ يعني ضد ايه ضد اي مهاجمة يعني. بعد كده بيقولك ان في نوعين من السلول. في سلول بكتيريا. تمام? اللي هو آآ بكتيريا ده شباب طبعا بيكون يعني سمكة آآ يعني سمكة آآ قوي جدا وابيتكون من ال SAT ده شباب بتكون من آآ السكر طبعا آآ من محدود هو السكر وبيكون آآ تسعين في المية او بيشكل تسعين في المية من يعني بيتكون من آآ تسعين في المية يا شباب من من جدار الخلية ده عشان تكون عارف بس. من السلول مهم جدا انت كنت عارف الموضوع ده. وآآ طبعا الطبقة الجامدة دي من بعد كده بقى اه في تمام بتاعه بيكون يعني بيكون ارفع من بكتيريا وطبعا بيتكون من آآ او يكون عبارة عن خمسة ولا عشرة في المية بس من السلوو. والامل التاني ده الجرام بوزيتف تمام كان بيكون كام تسعين في المية. ما كده الفرق ما بين اللي اتنين. عندك كلمة طيبة اقولها ما عندكش تغرص هالك. جاتك البلا في شكلك. مش تفصل انت بتقولي ايه. دي جي بقى شباب للفانكشانز اوفزز في البول. طبعا وظائف قدار الخليل. اول حاجة شباب بيعمل لي منتين للكاراكترستيك اه شيب اوفزز بكتريام. يعني بيعمل لي حفاظ او بيحافظ لي على الشكل العام الا الكاراكترستيك شيب الشكل العام او الخصاص العامة للبكترية. بقى كده اول حاجة. تاني حاجة يا شباب اه بيعمل سبورت لي لويك سايتو بلازمات ميمبرين. اجينست ازا هاي انترفال ازموتك بريشار اوفزا اه بروتو بلازم. يعني بيعمل لي سبورت يعني بيقوي او بيدعملي. الضعف الخاص بي السايتو بلازمات ميمبرين لما بيكون ويك ضعيف. طبعا الجينست ضد ايه بقى ضد الضغط العالي اللي بييجي من الاوزموتك يعني الضغط الاوزموزي. تمام? ليه البروتو بلازم. تمام? يبقى كده اه ده تاني حاجة اه بيعملها لي السلول جدار الخلية. تمام? طيب. بالنسبة الرقم تلاتة بيعمل ايه بقى? بيعمل بلاي او ان سل ديفجن. ان سل ايه? بقى كده بيلعب دور مهم جدا في السل يعني انقسام الخلية. تمام? يبقى كده رقم تلاتة بيلعب يعني بيلعب دور مهم جدا في السل ديفجن يعني انقسام الخلية. الرقم اربعة شباب بيعمل اه او بيكون مسؤول طبعا مسؤول عن تفاعلات الكائن الحي مع اه الصبغة. تمام كده? ده بالنسبة كلها الاربعة. هو يعني لما لما بيبقوا في اه ها شو ياخد بالك? اي اه تلاقيهم بقى يعني بيبقوا كده يعني. فمع بيبقوا ما. انتو حتقدونا فدها يا بقى. نجي بقى للكابسول. طبعا الكابسول دي طبعا يا شباب من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل اه منتين او بورتكت للخلاية. اول حاجة بيقول لك ان يعني بيقول لك ايه ان برضو كتير من البكتيريا بتعمل اه او بتخلق او بتصنع يعني طبقات سطحية اضافية خارجي خارج السلول تمام? طبعا بتعمل طبقات خارجية زيادة طبعا عشان الحماية. اولا بيقول لك ان دي اسمها طبعا طبقة اه الكابسول دي طبقة تمام? اه بتعمل ايه بقى? بتعمل اه التصاق في السطح تمام? اه الخاص بي السل سطح الخلية تمام? وبرضو اه عشان اه يكون سهلة ان هي يتم رؤياتها في طبعا في الماكروسكوب تمام? يبقى كده ده اول حاجة تعريف اه الكابسول تمام? الكابسول يبقى كده الكابسول عندي اه تمام? اه طبقة بتعمل اه التصاق في اه اول تمام? بتعمل التصاق وبيكون طبعا اه عشان يكون اه سهلة ان هي اه يتم رؤيتها او تحللها تحت الماكروسكوب. بعد كده بيقول لك يعني الطبقة دي طبقة الكابسول دي بيتم تكونها داخل الخلية بس. داخل الخلية بس. طيب. اولا وظائف بتاعتها اول حاجة بتعمل ايه الكابسول دي? بتعمل زي 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 ما ازاي ما قلنا? زي ما قلنا? هي طبعا اه وظيفتها انها بتحمل السيل والجدار الخلية طبعا اي اي ايه? اي بكتيريا ايجانت طبعا عامل ايه? البكتيريا طبعا زي اللايزوسومس. بعد كده بيقول لك اه طبعا بتحمي البكتيريا السيل. تمام? من الباصو اه من الفاجو سايتوزيس. تمام? وطبعا الكابسول دي بتعتبر اه طبعا نعمل مهمة جدا في حماية جدار الخلية. مهم جدا تعرف الكابسول ووظيفتها. وطبعا مهم جدا ان انت تعرف ان هي عبارة عن تعرفها اول حاجة. اول حاجة في تعرفها وطبعا بتكون اه موجودة بس او بيتم اه انتاجها داخل او داخل الخلية. اخر حاجة الفلاجيلا الفلاجيلا دي عبارة عن يعني اه عبارة عن حاجة كده اه لها اهداب طويلة بتساعد على يعني تحرك البكتيريا او حركة البكتيريا داخل الخلية. تمام? الله اكبر عليك! ايه الحلوة دي? ايه الحلوة دي? نجي بقى طبعا دي يا شباب دي او دي بتكون عبارة عن اهداب برضو بس عبارة عن اهداب رفيعة جدا سن تمام? يعني اهداب رفيعة جدا تمام? طبعا اه بتلتصق بالخلية عشان اه برضو بتساعد على حركة الخلية تمام? اه طيب. ده بالنسبة ليه الاهداب. تاني حاجة بقى الاندوسبورس. طبعا الاندوسبورس دي طبعا مبارة عن حاجة اسمها هايلي ازستاند استراكتشور. طبعا مقاومة عالية جدا جدا من مكونات البكتيريا او مقاومة عالية جدا جدا بتساعد على اه طبعا الحفاظ على البناء. تمام? بيقولك ان ده بيحصل اه اه في الظروف المعاكسة في تمام? الاسبورس دي بتكون اه نو ميتابوليك وبتكون خاملة جدا يعني ممكن تكون اه مش ناشطة تمام? لمدة اه لمدة معينة او مدة اه تتروح ممكن او تستمر لعدة سنين تمام? ده بالنسبة ليه الاسبورس. طيب امتى الاسبورس دي تكون ناشطة? تمام? امتى بتكون ناشطة وتكون زي ما احنا قلنا في اول حاجة اه وتكون اه ناشطة قوية جدا عشان الحرارة والحاجات العام الخارجية. بيقولك ايه لما تكون في تحسن يعني في البيئة تمام? اه يعني بيقولك ايه النشاط بقى بتاعها بيحدث بقى يعني ترجع لها يا شباب اللي هو طبعا ايه الشكل النشط بتاعها. تمام? لما الظروف تتحسن البيئية بترجع بقى ليه النشاط بتاعها. طيب هي بقى ليه احنا سميناها في الاول خالص. تمام? اه عشان بقى طبعا زي ما انت شايف زي بتكون الهمية الطبية الميديكال امبورتنس الهمية الطبية دي بتقع في الهاي ريزيستانس. زي ما اقولت لك الهاي ريزيستانس طبعا المقاومة العالية جدا. اه ضد طبعا الحرارة والكيميكالز المواد الكيميائية. اه طبعا لسبب يعني بسبب اه السك كرياتين. طبعا بسبب اه الكرياتين طبعا طبقة ساميكة جدا وطبقة قوية جدا بالسعيد. لا لا ننسى لا ننسى الاستراليزيشان التعقيم بواسطة الاوتوكلاف. اه زي ما انتم سايف يعني ضروري جدا تونشور اه يعني عشان نتأكد من اه تعقيم كل حاجة الخاصة بالمنتجات والميديكال يودز اه الاستخدام الطب الصحيح بواسطة الاوتوكلافنج ده طبعا جهاز التعقيم. بالنسبة لشرحة شباب في وانتهى اتمنى ان استفدت حتى على المعلومة واحدة. ياريت تكتبنا في كومنتات. واشوفكم حلقة بازن الله في الشابتر التاني بازن الله. يلا سلام.